موسيقى مرحبا مشاهدين الى كشك الصحافة فيه تتابعون موقع بوست اكبر مصانع الاسمنت في اليمن مهدد بالبيع العربي الجديد صحيفة عربية تتحدث عن الجندي المجهول الذي يرسل الاموال الى اليمن حاف بوست العلماء يعثرون على قطاع اثرية يمنية في مدينة قديمة شرق اثيوبيا بي بي سي تايلاند مينمار تحرقان مليار دولار يواصل موقع يمن مونيتر رصد الاجواء العيدية التي تغيرت كثيرا عن السنوات الماضية ويعنون اطفال النازحون في صنعاء عيدهم حسارات وحنين لمنازلهم يقول الموقع يعيش الالاف من النازحين في صنعاء ايام عيد الفطر الاما عميقة وحسارات اعمق لنزوحهم من قراهم ومقدار الالم الذي تعرضوا له بالامس كانوا في منازلهم مدنهم قراهم تجارتهم وفي تجارتهم واموالهم التي تركوها خلفهم ولم يستطيعوا العودة اليها واليوم اصبحوا يقرعون ابواب المواطنين ويقفون على ابواب المساجد ويبحثون عن المنظمات في الشوارع شوارع العاصمة صنعاء بحثا عن مصدر لاستمرار حياتهم ويروي الموقع احدى حالات نزوح للاطفال تجلس الطفلة النازحة السلواء البالغة من العمر عشر سنوات بجوار منزلهم في الصفيح بجوار مصنع الغسل والنسيج وعينها تدرفان الدموع لانها بعيدة عن منزلهم وعن صديقاتها التي لا طالما استقبلنا عيد الفتر سويا في محافظة حجة كشفت مصادر خاصة عن قيام قيادات في ميليشيا الحوثي وصالح ببيع اعقارات وآلات من الأصول المملوكة لمصنع اسمنت في عمران الذي يعد أكبر مصانع الانتاج للأسمنت في اليمن وأكدت المصادر لموقع بوست أن قيادات حوثية قامت منتصف رمضان ببيع أحد الهناجي مع الأرض التي يقع فيها بالعاصمة صنعاء ويملكها المصنع بمبلغ 500 مليون ريال قالت المصادر أن تلك القيادات قامت أيضا في الأيام القليلة الماضية ببيع آلات ومعدات تابعة لمصنع اسمنت عمران بحجة تسليم رواتب للموظفين في المصنع وأوضحت أن من بين ممتلكات التي تم بيعها من المصنع الآلة التي تقوم باقتلاع الأحجار من الجبل وبنقلها إلى المصنع بعد إنزال تلك الآلة من الجبل وبيعها أواخر شهر رمضان تشير المصادر إلى أن الآلة تم بيعها ولم تسلم الميليشيا مستحقات الموظفين كما وعدت ولم يتسنى للمصدر معرفة الجهات التي اشترت تلك الآلات والأصول بالأمس وفي الوقت الذي انشغل فيه أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم بتبادل التهاني الرقيقة والأمن الجميلة بمناسبة عيد الفطر كان التهاني اليمنيين النصية أو اتصالات التهنئة مليئة بالتعليمات الصحية أو بدعوات الشفاء هكذا بدأ عبد الإله أنقع مقاله المنشور في موقع موقع بوست مضيفا في أجزاء من المقالة اتصال لوالدة ووالدي حفظهما الله استمر لنصف ساعة قضينا معظمها في مراجعة تفاصيل أهم من التهنئات ومن أخبار العيال كنا نتحدث عن الكوليرا أرجوكم لا تأكلوا خارج البيت لا تشربوا إلا مياها نظيفة خذوا أكياس محالي للأروى احتياطا العديد من أصدقائي على الفيسبوك كانوا يطلبون الدعاء لأطفالهم المصابين بالكوليرا صديقي وزميل الدراسة هو الآخر كان مصابا وقضى عدة أيام للتعافي في المستشفى في قرية الحبيبة ظهرت عدة حالات كوليرا اليوم وبالذات منظمة الصحة العالمية أعلنت عن 1300 حالة وفاة نتيجة الكوليرا من بين أكثر من 200 ألف حالة إصابة مؤكدة والعدد مرشح للوصول إلى 300 ألف حالة قبل سبتمبر القادم المنظمة تحدثت عن أسوأ تفشي لهذا الوباء يشهده العالم منذ أكثر من نصف قرن لقد دخل التاريخ إذن كبوابة للموت وفي الوقت الذي كاد يجن جنون العالم نتيجة ما يحدث في اليمن كان المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء الانقلابي الحوثي عبد الحكيم الكحلاني يقول لشبكة فرانس 24 نحمل العالم كله مسؤولية موت الكوليرا الانقلابي يحمل العالم المسؤولية لا أعلم في الحقيقة عن أي مسؤولية يتحدث هل هي المسؤولية عن المرض أم المسؤولية عن ترد الخدمات الصحية أم المسؤولية عن توقف العاملين في المجال الصحي والخدمي عن الاهتمام أم مسؤولية انهيار منظومة الصرف الصحي وخدمات المياه أم أنه يقصد مسؤولية التسبب في الحرب أم أنها مسؤولية موت اليمنيين وتشردهم وانهيار عالمهم في العام 2014 استكمل اليمنيون حوارهم واتفقوا على منهجية لحل مشاكلهم العالقة وأمراض دولتهم المزمنة التي تسبب فيها ذلك السرطان الخبيث المسمى عفاش ووقع مصدر أونلاين علق حول الجريمة التي شهدتها منطقة شهارة في محافظة عمران عنوان مسلحون حوثيون يختطفون 13 مواطنا في شهارة على خلفية اشتباكات قتل فيها ثلاثة حوثيين ومواطن قالت مصادر محلية لمصدر أونلاين إن حملة عسكرية أرسلتها ميليشيا الحوثي إلى منطقة السيران الغربي في مدرية شهارة التابعة إداريا لمحافظة عمران وداهمة القرية اختطفت 13 مواطنا من أهالي المنطقة في محاولة منهم للانتقام من أهل القرية وجاء ذلك على خلفية مقتل ثلاثة مسلحين حوثيين في اشتباك نشب داخل أحد الجوامع أضاف مصدر أونلاين بدأت المشكلة صباح الأحد حين اعترض الأهالي على قيام مسلح حوثي بترديد الصرخة داخل الجامع أثناء خطبة العيد ما دفع الحوثي لقتل فتى من أهل القرية وتلى ذلك اندلاع اشتباك بين أهالي القتل والمسلح الحوثي ما أدى إلى مقتله ومقتل مسلحين آخرين من مرافقه قالوا مواطنون من أهل مدينة عدن إن دخول السيارات إلى ساحل جولدمور في عدن هو الأول من نوعه منذ عقود تسبب لهم بمضايقات كثيرة قال الأهالي لعدن الغد إن السماح بدخول السيارات إلى ساحل جولدمور منعهم من قضاء أوقات إجازة العيد على ضفاف الساحل المعروف وأكد الأهالي أن السماح بدخول السيارات إلى حرم الساحل يهدد العائلات والأطفال داعين إلى تحرك أمني سريع لمنع عمليات الدخول هذه قال الأهالي إنه لم يحدث قد بتاريخ عدن أن سمح بدخول السيارات إلى الشاطئ البحري لا أدري كيف لا يزال البعض يجد متسع للكلام السياسي في زمن ماتت فيه السياسة صحيح أن السياسة لا تموت لكنها تتخذ أشكالا مختلفة تخرج اللاعبين من حلبتها كي تدخل في مكانهم لاعبين جدد هذا جزء مما كتبه إلياس خوري في مقاله المنشور في صحيفة القدس مضيفا المفارقة تكمن حين تجد الأغلبية الساحقة من المواطنين والمثقفين نفسها خارج الملعب لأنها لم تعد طرفا في الصراع بل صارت أرضا له عندما تموت السياسة ويصير الكلام السياسي في حاجة ماستن إلى الصنباط أطور جديدة وملاعب جديدة تسمح له بالتجدد وتعيد رسم ملامحه بهذا المعنى فإن السياسة العربية أو لنقل السياسات العربية ماتت ولم يعد هناك سوى دسائس القصور ومؤامراتها من جهة وأصوات التابعين للقوى الإقليمية والدولية من جهة أخرى المسألة التي تغيب عن بالنا في غمرة انشغالنا باليومي هي أن هناك مرحلة انتهت وتحولت إلى شضايا فالزمن العربي الذي بدأ بهزيمة الخامس من حزيران يونيو وترسخ بعد حرب تشرين في حقبة الهيمنات النفطية وبروز المستبدين الصغار الذين حاولوا أن يرثوا ناصر والتي شهدت بدايات الحروب الأهلية وسعود المقاومة الفلسطينية بصفتها التعبير الأخير عن إرادة البقاء وحمل شعلة الصمود العربي في مواجهة الاستبداد بمختلف أشكاله هذا الزمن يطوي صفحته الأخيرة المرحلة انتهت بكل ما فيها بسلطاتها ومعارضاتها ولا نشهد اليوم سوى جرجرة احتضارها على أرض التاريخ وما الضجيج الذي نسمعه سوى صوت حشرجة هذا الاحتضار الطويل والمؤلم في نهاية المراحل يصير الكلام في السياسة المباشرة بلا معنى فالمطلوب إعادة صوغ المعاني والتأسيس لأفق جديد انطلاقا من الهوامش المتبقية بهدف ولادة مبنى ثقافي جذري نابع من تجربة الألم والضياع وهذه هي مهمة الأدب والثقافة اليوم ما يبدو خروجا من الكلام السياسي المباشر هو الشرط الضروري لولادة مبنى سياسي جديد وهذا ما تعلمناه من باسل الأعرج حين واجه موته وحيدا من أجل تذكيرنا بأننا نستطيع أن نستعيد لغتنا شرطه أن نكون مستعدين لدفع الثمن أكدت مصادر محلية لموقع سبتمبر نت أن الميليشيا الإنقلابية المتمركزة في جبل ناصة قصفت بسلاح بي أم بي قرية يعيس الأهلة بالسكان في مدرية موريس ما أدى إلى مقتل الزرع عبدالله الممدود البالغة من العمر سبعين عاما وإصابة طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات بإصابات خطيرة في الظهر وذكرت المصادر أن الميليشيا المتمركزة في جبل ناصة دائما ما تستهدف بقصفها المنازل السكنية بقرى موريس ما يتسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ويتابع الموقع يأتي هذا في حين تواصل الميليشيا الإنقلابية في جبل ناصة ومرمق واليفينة بموريس حصارها للمواطنين وفي قرى عيعيس وحجلان وسون والصلول والرحبة وبمنع المواطنين من إدخال المواد الغذائية والأدوية والأمتعة في زاوية قصة وصورة نشر موقع ارفع صوتك لحظة إنهماك عبدالله العماد العامل المتجول في مجال الحدادة أثناء عمله وقال العماد أعمل حدادا متجولا منذ عامين في شوارع العاصمة صنعاء أمر إلى محلات بيع اللحوم والأسماك والدجاج لحدادة سكاكينهم الحمد لله أستطيع بذلك توفير لقمة العيش لي ولأطفالي وعما يريده العامل يقول أريد انتهاء الحرب في بلدي وقبل قراءة الصحافة العربية فاصل ونعود عدنا تحويلات المغتربين الجندي المجهول لإنقاذ جوع اليمن عنوان للصحيفة العرب الجديد والتي قالت في تفاصيله باتت تحويلة المغتربين أمل اليمنيين الأخير وأهم مورد اقتصادي في ظل الحرب التي أدت إلى توقف الإرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية للدولة بالإضافة إلى توقف مصادر الدخل وتسريح ألاف الموظفين والعمال نتيجة إغلاق الشركات وفاقم ذلك توقف الرواتب التحويلات المالية إلى اليمن بلغت نحو 3.4 مليارات دولار خلال عام 2016 حسب تقرير صادر عن الصندوق للأمم المتحدة الدولي وهو ما يؤكد ارتفاع حجم التحويلات رغم الحرب اليمن عام 2016 احتل المرتبة الخامسة بين الدول العربية لجهة التحويلات المالية الخارجية ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر الدخل لعائلات المغتربين وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني لكن خبراء اقتصاد يؤكدون للعرب الجديد يؤكدون التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين قد تصل إلى 7 مليارات دولار على اعتبار أن التحويلات عبر الجهاز المصرفي ولا تمثل سوى 50% من إجمال التحويلات التي تصل بطرق مختلفة أغلبها غير رسمية فيما تشير دراسة حديثة للباحث الاقتصادي أحمد شماخ إلى أن 90% من التحويلات المالية والتعامل بالنقد الأجنبي تتم خارج المصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق عنوان آخر في الشأن اليمني هذه المرة من صحيفة الخليج قالت الحكومة اليمنية بيانات منصق الأممي للشؤون الإنسانية منحازة للانقلاب حيث اعتبرت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية بيانات مكتب منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيميلوردريك منحازة لمليشيا الحوثي وصالح ووصفت تلك البيانات بالمسيسة وغير المهنية وأكدت إيمانها بأهمية دور الأطور الدولية العاملة في حماية حقوق الإنسان كما دعتها ومن بينها مكتب منصق الشؤون الإنسانية إلى تقييم حقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي تطال المدنيين وبالنظر لكافة المحافظات والمناطق بعين واحدة هولاك الألفية الثالثة تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج حملت المدن العربية عبر تاريخها أسماء ترشح منها روائح العصور الذهبية كالموصل أم الربيعين وحلب الشهباء وبغداد التي اشتق من اسمها ما يدل على الرفاه وفائض الخير كأن يقال إن فلانا تبغدد وحين سمي العراق أرض السواد لم تكن تلك الصفة شارة حداد بل هي تعبير عن شدة الإخضرار الذي يوشك أن ينبثق من كثافته اللون الأسود فهل خلعت تلك المدن أسماءها واستبدلتها؟ وأن من عانوا من الفائض في كل شيء أصبحوا يعانون المديونيات التي تشمل حتى الثقافة والفنون لقد مره لاكو بالقرب من جامع النوري في القرن الثالث عشر الميلادي ورغم كل ما اقترفه لم يهدم المأذنة الحدباء التي تجاوز عمرها تسعمائة عام وما يمارسه الإرهابيون الآن يتخطى كل ما فعله التتار من تدمير معابد ومساجد ومتاحف ومزارع وجامعات إلى إعدام المدنيين بالجملة ودفنهم في قبور جماعية أو تركهم في العراء محرومين من كرامة الدفن الآدمي إنها ليست مقارنة بين النار والرمضاء أو بين الأخوين شهاب الدين كما يقال في الأمثال ولا هي مفاضلة بين الذبح بسكين مشحوذ وآخر أعمى لأنه ما من مفاضلة بين السيء والأسوأ والأشد سوء وقد تكون كلمة المرادفة هي الأدق في هذا السياق واضح الآن أن الإرهاب وهو يقترب من طور الاحتضار يحرق الأخضر واليابس معا لكن ما يغيب عن هولاك الألفية الثالثة هو أن الشعوب التي شيدت المآذن والصروح ومجملة مجزات الحضارة قادرة على استئناف عملها بالإرادة الباسلة ذاتها وحين أغرق هولاك المخطوطات العربية في النار حتى غير لونه لم يغرق العقل الذي أنتجها وهذا ما سوف ينتهي إليه الإرهاب الأعمى إلى موقع هاف بوست عربي اكتشاف مدينة إسلامية في بلدة شرق إثيوبيا تحتوي على أثار يمنية صينية ومصرية قال الموقع إنه في مدينة هارلا شرق إثيوبيا كشفت عملية تنقيب عن مدينة إسلامية قديمة يعتقد أنها أول دليل على اتصال البلاد بالخليج مصر الهند عن طريق التجارة علماء أثار قالوا وفقا ما ذكرته صحيفة الاندبندنت مسجد يعود للقرن الثاني عشر وجد مدفونا بباطن الأرض في المدينة ووجد كذلك أدلة على وجود شواهد قبور مدافئ إسلامية وبقايا أوعية زجاجية وأحجار عقيق للزينة قال علماء الأثار الذين اكتشفوا المسجد إنه يدل على وجود صلاة تاريخية بين مجتمعات مسلمة في قارة إفريقيا وقال البروفيسور تيموثي إنسول هذه الاكتشافات تثبت أن المنطقة كانت مركزا تجاريا وعثر الفريق أيضا على قطاع أثرية من اليمن وجزر المالديف ومدغشقر والصين صحيفة القدس العربي أحد أخبارها المنوعة افتتاح أول مدرسة للسحر في جنوب إفريقيا قالت الصحيفة افتتحت أمدقص قزح المعروفة بمجتمع ما بعد التمييز العنصري أول مدرسة للسحر في إفريقيا تتمثل مهمة هذه المؤسسة في تدريب أخصائيين ومطببين في مجال السحر وبمنح شهادات في علوم السحر تعمل المدرسة الجديدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد أعلن وزير جنوب إفريقيا للتربية والتعليم العالي أن هذه المدرسة المتخصصة في السحر قد فتحت منذ العشرين من مارس وسوف تبدأ في استقبال أول طلابها هذا العام ولتبرير إنشاء هذه المدرسة غير العادية قال الوزير الدولة تعبت من الناس الذين يمارسون السحر دون ترخيص فتماما مثل المهندسين والأطباء والقساوس الذين يحضرون إلى الجامعات لمعرفة المزيد عن مهنتهم فإن المطببين والمطببات الذين يعالجون بالسحر يجب أن يتابعوا التكوين والتدريب من أجل استخدام أفضل لمواهبهم شبكة البي بي سي في أحد عنوانها الأكثر تداولا مينمار وتايلاند تحرقان مليار دولار قالت التفاصيل مينمار وتايلاند أحرقت كمية ضخمة من المخدرات المضبوطة قال المسؤولون إن قيمة المخدرات التي أحرقت التي أحرقت تقدر بحوالي مليار دولار وشملت المخدرات المحروقة شملت هذه المخدرات كميات كبيرة من الهروين والكوكايين والأقراص المنشطة ويقول مسؤول الأمن المضبوطات ليست سوى غيض من فيض أطلقت الصين قطارات فائقة السرعة حيث ظهر قطار فوسينغ الجيل الجديد لقطارات الرصاصة والأول من نوعه في خط بكين شانغهاي تنتاز قطارات الرصاصة الجديدة بأن لها أعلى سرعة حيث تبلغ 400 كيلو متر في الساعة وسرعة ثابتة تصل إلى 350 كيلو متر في الساعة وتم تصميم وتصنيع القطار من الصين نتابع سويا المجموعة من الصور ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون وصلنا إلى الختام مع الرسام والكاريكاتور مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة